المحتوى المبتذل على التيك توك قل التحية من وراء الخيال الموبيقات السبعة رينها لكن رغم كل هذا الخنار اللي نقبو به الطار الشي هذا ماهوشي اخطر حاجة في التيك توك الخطر الحقيقي اتعس واتعس من جرة التيك توك صغيراتنا مخاخهم تلحصت ووليو عندهم اعراض ادمان في ظاهرة عالمية يقولولها تيك توك براين يا اخوية اتعرفشي كيفاش هاتنفاركو الرمانة عمركو تسألت هالشركات تيك توك فيسبوك انستجرام وبقية تشلمت على السوشيال ميديا شنو مربوحهم زعم على رحمة الوالدين عمني لك منصات بلوشي معليك كانت حلقانت السلام عليكم اتفضل اتفرج تصور فيديوات على طرف شوه على طرف فضايح وانتي شيخ طالع هابط على التليفون هو فاما قطوسي اصطاد الربي اكيد فاما ان بابا العزيز شركات السوشيال ميديا احنا الخبزة متاحهم انا وانتي وكل اللي يستخدموا التطبيقات هذه احنا السلعة اللي يبيعوا فيها للمستشهرين الهدف متاحهم يحبوا يشدوه لك انتي باهك وتقعد كونك تايا عندهم بالسويع كان لزم يا حبة ذات سلم في دانيتك الكل خدمتك وقرايتك وتقعد طالع هابط تتفرج باش من بعد يجمع ديولك اكتر ما يمكن من الاشهارات اللي يخلصوا عليها ويزيدي يهزو لك معلوماتك الشخصية يبيعوها بهك الحسبة هالشركات متعتنا سنيس الاجتماعي هوايف وما تفوتهم شفيتا يبيعوا القرد ويضحكوا على شريه قالك عنتم المخابر متاحهم ويخدموا في علماء مختصين في علوم الخلايا العصبية والدماغ شنية خدمتهم يفرقوا خباب المخ البشري كعبة كعبة ويدرسوها ويعرفوا بالضبط كيفيش يضربوه لك على الوتر الحساس عليش باش يجيبوك يصطادوك ويردوك مدمن على تطبيقات متاحك ما غير حتى مدفيق واحدك واحدك بابا العزيز سقيك تجيبك الدور الدور وترجع تشد التليفون المحنون باش تفهموا السرور على الحكاية لازمني نحكي لكم على الدوبامين للتبسيط الناس يقولوا له هرمون السعادة أما هو ناقل عصبي يعني كما تقول أنت مركب كيميائي في رأسك كل مرة تصدم على حاجة أو تجربة عاملة عليها كيف مخك يعمل لك الشيشة منه مفعولك السحر يعطيك حماس ثوري يدزك ويقول لك صحيتك هيك الحاجة اللي باش تعملها هيلة بريمة يلا يا بطل أعطي كل ما عندك خرج الجرين تليفيك يخليك هيك التجربة تولي تحبها تعجبك وتحب تعودها لتكلة مل ها باش نعطيك مثل نقولوا أنت يقاعدك على روحك في الدارة قابلية وجاء على بالك صحي كافتيجي رشة مع دنوس بزيد بصل مخك يعطيك الجرعة متع دوبامين ما تفهمش كيفاش ما اللي كنت باش ترقد يهبط عليك النشاط توليك الجن وتخرج تلوش الحومة فماشي واحد متع كافتيجي مزير محلول هذا هو مفعول الدوبامين يا سيدة والحكاية هذه مشكلة في الماكلة كيف تدخل في علاقة عاطفية وتلقاك ملهوف باش تشوف الطرف الآخر مثلا تسمع غنية تحبها تتسلطن معاها وتندمج تمارس هواية من هوايتك ودوبامين زادة كيف تقوم الصباح كلك حيوية ونشاط وتقول يا ربي لعمال عليك أنا اليوم باش نكمل الخدمة اللي متلت لها وراية الكل وتحس روحك متحمس نفح وتفرح بروحك كيف تكمل خدمتك هذا هو الدوبامين الحماس النفحة المحفز اتناعويشها وقيس على هذا كل شيء في حياتك هذا السيستام اللي ماشي عليه مخق اللي متركز بالأسس على الدوبامين وشوية نقيلات عصبية أخرى يقولولو نظام المكافئة ربي يعطاهو لنا على خاطر ومهم لاستمرار الجنس البشري هو اللي يعطينا الحماس ويدزنا باش نلوجه على قوتنا باش ناكله ونشربه يدزنا باش نتعلمه ونخدمه نحبه ونتكاثره غير هكرا ننقرضنا ولينا نسيا منسية لكن للأسف هالنظام المكافئة يجب يتخلبز واذا تخلو خرج في الحلة يهزنا في اثنيات خايبة المخك يتكثر عليه من جرعات الدوبامين السهلة لهنان يبناني ما غير تعب على بعض وعلى بعض يجب يدخلك في دوامة الإدمان كما الناس اللي نسمعو بيهم مدمنين على الكحول المخدرات والقمار ربي يعفو بنا في خمس سنوات القرن الماضي زوائز علماء عملوا تجربة جربوه وزرعوه إليكترون كما تقول أنت زرعوه حديدة في رأسه متبرانشية بالكورو وضعوا في صندوقه بحذة فلسة هكذا الجربوه دور منا دور من غادي ايا سيدي ما تعرفش كيفيش نزل على القرص خدم تري سيتي ضرب في طاسة مخه وحفز بلاسة معينة في الدماغ بشتعمل طرف دوبامين الجربوه فجأة حسوه في النوار جوه وزيق يليقي كله حيوية وحماس اوه مالله قرص يا سيدي هيدا هيا برا نعاودوا المفيد ما غير ما نطاول عليكم الهدرة الجربوه مساكن سلم في كل شي لاعات ملوج لعالميك لالاشراب نوم رب العالمين مايرقدوش نهار كامل وهو قدام هيك الفلسة انزل انزل ياخو في الدوبامين اعبدها والمعبود ربي الجربوع يا جماعة طاح للإدمان اليوم الناس ماهيش فاهمة اللي احنا حالنا من حال الجربوع الكل لعنا فلسة كيفوه الفلسة يا العزيز هي تطبيقات السوشيال ميديا على رأسهم التيك توك خليني نقول لكم التيك توك كيف بدأ جيب معاه فازة جهنمية الفيديوهات القصيرة فيديوهات بو جدمة تعديهم بصبعك واحدة وراءة الاخرى الى ما لا نهاية قبل على اليوتيوب مثلا كيف تحب على فيديو تدخل تلوج وتكتب موضوع معين يمدلك هو مشطرة متع فيديوهات متنوشين وانتي تختار منهم فايش تحب تتفرش جاء تيك توك قال لك لا يا ولدي ما عندك ما تختار اينا نسهلك المأمورية ما عليك كان حاجة واحدة عدي الكرامب صبعك اللي بعد واذا ينساعده مع كل فيديو تعديه موخك يعمل لك طرف دوبامين وحتى كان المحتوى الفيديو التافه وما عشبكش في كل الحالات موخك يعطيك جرعة وجرعة وافية زادة حكا التشويق وانت تعدي في المقاطع زعم شنو والفيديو الذي تطلعته مش تعجبك ولا ليه هذا هو اللي يعطي فيك في جرعات عالية من دوبامين اخي هو القمارجي الله ومعافينا هيك الشخص المضمن على القمار عليش يوحل في هالأفو ما يجمشي بطل يمشيش في بالكم مضمن على خطر يلوجع الربح القمارجي ادمن على جرعات الدوبامين اللي ياخو فيها كل مرة يقمر بفلوسه هيك التشويق متاع زمن نربح ولا نخسر تعرفش كيفاش خليني نحكي لكم على تجربة سكينر سي سكينر هاذا شعمل جيب زوز حمامات كل واحدة في قفص وقدامها فلسة الحمامة اللولة كل ما تنقر على القرص تطلع لها طرفة كوكا والحمامة الثانية كل مرة وكيفاش مرة فمت كوكا ومرة او مرات ما فماش هي وزهرها عمك سكينر لاحظ اللي الحمامة اللولة تصرفت تصرفات عادية تنقر على الفلسة وتاكل على رواحتها ووقت بطل معاش عطفيها في الماكلة هي زد بطلة ومعادش تنقر على عكس الحمامة الثانية مسيكنا هبلت والتي تتصرف في تصرفات إدمانية قاعدة تنقر على الفلسة على بعض وعلى بعض جعانة ولا شبعانة وحتى كيبطل معاش عطفيها في الكوكا قاعدة بيقي تنقر كلمجنونة والليلها سلوك قهري معاش تجمة بطلو العلماء استنجوا اللي وقت تبدأ ما تعرفش فمامة مكافأة ولا لا وفم نوع من التشويق مخك يعملك جرعة دوبامين عالية أعلى من هكذا الجرعة اللي تأخوها كيف تبدأ تعرف مسبقا ومتهني اللي فم حاجة بها جاية شركة تيك توك سمعوا بها الحكاية قالوا كيواه هذا هو بالضبط المطلوب المستخدم لازم التطبيقها متعنى توليله سلوك قهري ما ينجمش بطل منها وهو يعدي في الفيديوات كل مرة شين متدولو مرة متدولو فيديو يجبو ومرر متدولو فيديوها كيكو بره بطريقة مدروسة يلعبولك على عام الإثارة والتشويق زعمة شنية الفيديو اللي بش تطلع لي تو هذا يشطح الفيديو اللي بعدو عركة هذي هاي الطيب ها شوف هاذو مالله فضايح وانتي كلمة سحور عقلك مسلوب عينيك مفنجلة وتضرف الدوبامين تعدي بسوها على التليفون لينتيبس وسقيك تنمل وما تفيقش بروحك في نفس الوقت الخوارزميات تبدأ تخدم على روحها يحلوك طرف طرف كل فيديو قديش قعد تتفرش فيها ايناهم اللي لايكيتهم و ايناهم اللي علقت عليهم اش قلت بالضبط قديش قعد تقرف تعليق يثبتوا فيك بالملي اش عملتوا و ما عملتش يا والدي تيقالك كيف في انك تكونكتي ساعة واحدة تيك توك سيئة يعرفك علش تمشي و علش تجي وعملولك تحليل نفسي دقيق وليو يعرفوا عليك اللي ما تعرفوش على روحك وقتها عادي مدولك بالضبط الفيديو ويت اللي تمشي معاك بش يزيدوا يغرقوك في الادمان اكثر واكثر نجموا نقولوا بكل بساطة اللي التيك توك ما كينا تسربي في الدوبامين اما بش كل واحد يا اخو حقو بقية المنصات زادة مش نقصي موقف التيك توك طلعب طلعت الفيديو ويت بو قدمت بقية الشلة حسروا حهم في خطر لازمهم حتى هما يعملوا فيديو ويت قصيرة ما كانش التيك توك بش يجيبهم على برا ولا وعملوا فيديو ويت الريلز على انستجرام والفيسبوك اليوتيوب عمل الشورت سناب شات عمل سبوتلايت وبالتالي حتى هما ما شاء الله رب يزيدوا يبارك ولا وما كانت دوبامين يا مدام فلاقي حسيتنا حتى على طرف دوبامين وينو المشكل خلينا شيخين عليش الدراما خويا البيهي ايجا نقولك المخ البشري ماهوش مبرمج بشيخوا دوبامين على حساب 6 حقيقة الدوبامين سهل مهل بالشبعة راهو تكثر من العسل يمساط الشي على بعضه على بعضه مخكي صوتي يدخل ويخرش الحلة الفيديوهات القصيرة يا اخوه متوفيش حبل على جرارة واحد وراء الاخر لحظة وعدي في درجة انتاج متوصل لمية فيديو الحكاية هذه عواقبها وخيمة وتأثيرها خائب على صحتك العقلية من جرة هكالجرعات الدوبامينية التي تخوف فيهم على بعضهم على كل فيديو على الطويل الدوبامين ما عاش بشيحوق فيك كي مقبأ مخك ما عاش بشي تجاوب مع هالنقل العصبي كي ما يلزم ماذا سينجروا عن هذا بش تلقى روحك عمال وانتي حلا قدام وتحب تستهلك فيديوهات اكثر واكثر بش تواصلك لنفس المستوى السعادة اللي ما عاش تحس فيها رد بالك الحكاية مش لعبة تجم توصل للاكتئاب كل شي بشي والي يظهر لك مقلق مو من اللي يفدد كي ما نقوله احنا معات حليلك شي بطبيعة ما عاش عندك حماسة ونفحة منين تجيبها الأشطة اليومية في العادة تعطيك قطيرة دوبامين كي تذهب على روحك تقضي أمورك تتلهاب شؤونك تومحك كيف تعمل له قطرة ما عاش تحك فيه ستينس بالهندي المقشر يا ديني واه لماذا تعب في روحه ووقت وجهد في حاجة تطلب منه تركيز وتخمام هاو عنده مكينة دوبامين تمدله قد ما يحب وبالوقت زادة عدي الفيديو بصبعك وخوذ دوزة كي تلقى روحك ما عاش مركز في خدمتك تفكيرك مشتت تضرب ضربة وتجيب فيقى الحنوت وكان شديد التليفون عدي عدي بسوية كل مهوس زومبي مكشفهم حتى فيش تتفرج الفيديوهات طويلة ما عاش مش تجم تتفرج فيهم كي تولي تظهر لك عذاب أصل قدش من واحد قالي مادام فلاقي ما عاش تطول علينا الفيديوهات الناس ما عاش عندها صبر السوشيال ميديا شربت لهم الصبر متاحهم مخاخهم تلحست تتخل بزط نظام المكافئة في ريوسهم واللي فالتي ما عاش عندهم ليش أغاف ليش حماس ولا صبر بش يتفرج في حلقة كاملة بعشا دقايق خلي عاد كانت كله تفرج في فيلم بثلث اسوية ولا أقرأ كتاب هو أقول لك احنا من أصلنا ما نقرأ وش كتب أما عليها المعدل حتى ما قال في جريدة ما عاش في نجم ونقرأوه إدمان الفيديوهات القصيرة على السوشيال ميديا حاجة تأثيرها خائبة عن الناس الكل الكبير والصغير لكن بالذات على الصغيرات والمراهقين اللي اختر أضربوا في عشرة ولديتنا مخاخهم ما كملتش نموه امتاحها فما بقع في الدماغ ملقدين بالكل في الصنطوعة يقولولها الجبهة القشرية هذه ما تكمل لنموه امتاحها كان في 25 سنة هي كما تقول انتي بقعة في المخ لها بالتفكير الرزين والمسؤول التحكم في الانفعالات التركيز اتخاذ القرارات الحكيمة أو كحتى احنا ساعاته نقولوا في مساق حديث تغشير صغير حتى يعمل أقل جملة هذه أصدقائي علمية نصحيحة الصغيرات القشرة الجبهية متاحهم ملزيل ما كملتش نموه على هيك تلقاهم مخهم طيطش وملزيلوا مش ركزي كيف تعطيه انتي التليفون ويشد هيك الفيديو ويتشطر لفا عدي 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 والدوبامين شغال مستحيل يبطل وحده يقعد لك الغدوة الصبيحة عادي جدا على عكس ناقحنا الكبار الكلنا صارت لنا الواحد ياجمين سروحوا على التليفون أما تعمل مشاور ومن بعد وحدك وحدك تفيق على وضعك وتقول ليش آخرتني نقوم نشوف لي ورايا صديقي هيك الجبهة القشرية متاعك خليتك تاخل القرار السليم وتقاوم إدمان التليفون بينما الصغيرات البقعة هذه من دماغاتهم مزلت ما كاملتش نوموها ما يجموشي تحكموا في روحهم كيف العبد الكبير وبالتالي السوشيال ميديا وتركيبتها تأثيرها عليهم كبير ياسر وتعمل لهم إدمان رهيب من نجموشي قاومه وانت لواء تمشي لبعيد يجي الولدك فاكلوا التليفون وشوفوا كيفاش يفزع عليكم الجيرات أعراض إدمان اللي لمشيت لي جيت إذا طاحت الفيس في الرأس والصغير أو المراهق أدمن الفيديوهات القصيرة على السوشيال ميديا بيش تلقاه ما عاش يمركز في المكتب لا عاش ينجم يحفظ لا يجم يقرأ نص لا يحل مسألة حسابية لا يركز في دروسه انتي باهو مشتت اليوم الصغيرات حتى الألعاب الفكرية والجماعية ما عاش يحبوها وما عاش يتحمسولها ما يحبوش الأشطة اللي فيها مجهود فكري وما يحبوش الأشطة اللي لزمها التزام إدمان السوشيال ميديا يأثر لهم حتى على نمو دماغاتهم جيل كامل طالع بمخاخ ملحوصة بالله فماشي واحد بعقله يعلم ولده لقماره ويخليه يضمن عليه بطبيعة لايش شيء هذا حتى بالقانون ممنوع لكن في نفس الوقت الكلنا نمدوا في التلفونات لولادنا ونخليوه فيهم يضمنوا على الفيديوهات القصيرة تقرمت على تيك توك وغيرها من المنصات بعد تقول ووه شبيه الغشير ليس مركز في القصم شبيه نتيج وحموم لماذا لا يقرأ شدروسه وكان بالمرج لماذا عمره لا يشد كتاب ولا قصة نتوى ما بقالي كان بش نقول ربي بقي السوتر على صغيراتنا والمرة الجاية يا صديقي كيف والدك يقول لك يعطيني التليفون وقال له خالتك فلاقي يقتلك السوشيال ميديا ليس للصغار العلوم بالفلاقي ما بعضنا نوشو المعرفة